موسيقى مرحبا بكم عزيزي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت وان لسن ايت اليونت الاول الدرس الثامن عنوان الدرس لات سنج فلنغني موجودة بصفحة 20 من كتاب الطالب صفحة 18 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 20 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة لات سنج فلنغني listen and say the rhyme استمع وقل هذه القصيدة الغنائية رايم قصيدة غنائية هذه عبارة عن قصيدة غنائية لتطوير مهارة الاستماع على ذا الطلاب يقول لك حاول ان تستمع ذا القصيدة الغنائية وتردد وراها بعض الأساتذة يسوون نشاط لا صفي يخلون الطلاب يحفظون هذه القصيدة الغنائية يشاركون بيها بالاستفاف او بداخل الصف ليعطاء درجات عن نشاط لا صفي فهذه القصيدة عبارة عن قصيدة غنائية يحاول الطلاب يحفظوها ويشاركون بيها بأي نشاط مدرسي سواء كان بالاستفاف او بداخل الصف فرح نسمع القصيدة الغنائية الطالب اللي يريد يحفظ هذه القصيدة يعيد المقطع اكثر من مرة على موضي يقدر يحفظها ويتابع بكتابه رح نستمع للقصيدة الغنائية وبعدها ننتقل للصفحة الاخرى من كتاب الطالب track 14 unit 1 lesson 8 listen and say the rhyme let's be friends Iraq, Turkey, Egypt, Japan one country, two countries, three countries, four you know all the names so let's say some more تايلاند, canada, india, italy i'm Iraqi, what's your nationality i'm english, i'm russian, i'm french, he's from tailand we all live together so let's hold hands we all live together so let's be friends هذه كانت القصيدة الغنائية اللي موجودة بكتاب الطالب مجرد الطالب يحاول يحفظها ويشارك بيها بنشاط لا أصفي خاص في المدرسة ننتقد إلى الصفحة الثانية من كتاب الطالب مكتوب read and think about the answers اقرأ وفكر بالأجوبة منطيني مجموعة من الأسئلة المرقمات one two three وأجوبتهم موجودات على شكل أحرف بداخل هذا المربع فنقرأ السؤال نحاول نفتهمه ونجاوب من خلال ذن الاختيارات اللي منطينيها بداخل هذا المربع هذه الأسئلة جدا مهمة بالامتحان الشفوي والامتحان التحريري الامتحان الشفوي سواء كان من نهاية امتحان الشهر الأول الأستاذ يسأل الطلاب حسب القصاصات كل طالب يسأل مجموعة من الأسئلة من ضمن الأسئلة هاي الأسئلة جدا مهمة من الممكن يستخدمها الأستاذ بالامتحان الشفوي وكذلك مهمة بالامتحان التحريري بسؤال المفردات أو حتى بعضهم بسؤال القواعد لذلك هاي لسلة جدا مهمة نحاول نفهمها ونحفظها لأن مهمة جدا بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي نمبر وان أولا هل نيودالهي عاصمة الهند؟ نحن نعرف أنه إذا السؤال بدأ بفعل مساعد فالجواب يكون عنا أما بيس أو نو هنا ندي يسألني هل نيودالهي عاصمة الهند؟ نحن نعرف أن نيودالهي عاصمة الهند لذلك نقول يسألني هل نيودالهي تعتبر غير عاقل فأقول يسألني أعوض عنها بإت يسألني زائد الفل المساعد is نحاول نطلع الجواب من هاي الاختيارات المنطنية فندور نلقي حرف الآي اللي هو يسألني لذلك أخلي حرف الآي اللي هو حرف الجواب أمام النقطة الأولى نحن نعرف أن فرنسا يتحدثون اللغة الفرنسية أكيد الفرنسية هي نشنالتي الجنسية ما لفرانس شن الجنسية ما لفرانس؟ فرنش فأدور بالأجوبة ألقي حرف الآي فرنش يتحدثون اللغة الفرنسية فأخلي حرف الجواب أمام النقطة الثانية نمبر ثري ثالثان where is Iraq؟ أين يقع العراق؟ أخذناها بالدرس السابق أن العراق يقع في جنوب غرب آسيا South West Asia ندور بالأجوبة in South West Asia حرف الـ H فأخلي حرف الـ H أمام النقطة الثالثة نمبر فور رابعا what is the symbol of Lebanon؟ ما هو رمز لبنان؟ ذكرنا بالدرس السابق أن رمز لبنان هو السيدال تري شجرة الأرز رمز الهند تايجر النمر إلى آخره نحن اللي همنا هسه رمز لبنان اللي هو سيدال تري شجرة الأرز أدور بالأجوبة ألقي حرف G السيدال تري شجرة الأرز فأخلي حرف G أمام النقطة الرابعة نمبر فايف خامسا where is carry from؟ من أين أكلت الكاري؟ بالدروس السابقة ذكرنا أن أكلة الكاري هي أكلة هندية أنا دايس أني عن البلد فأقول it is الكاري عوض عنها بـ it لأنها غير عاقل والـ it تأخذ is it is from إنها من يا بلد india فأدور بالأجوبة india حرف الـ B فأخلي حرف الـ B أمام النقطة الخامسة نمبر سيكس سادسا is the London Eye a bridge؟ هل عين لندن جسر؟ ذكرنا بقطعة جيك وتام V إنه لندن آي هي عبارة عن إطار حديدي كبير نسمي ديلا بالهوى a very big wheel وليس جسر لذلك الإجابة yes no إذا أبدأ السؤال بـ is و r و am أجاب عنها ما بـ yes أو no الإجابة yes أو no أقول no أكيد لا no it isn't باعتبار لندن آي شيء غير عاقل أقول it is not أخلي not لأن الجواب بـ no فأدور بالأجوبة أقول no it isn't حرف الـ F هو الحرف المناسب لهذا السؤال فأخلي حرف الـ F أمام النقطة السادسة number seven سابعا are kangouros from Australia هل الكناغر من أستراليا ذكرنا بالدروس السابقة وحفظنا الحيوانات وأماكنهم وعرفنا أنه الكنغر هو حيوان مشهور في أستراليا فالإجابة yes لونه الإجابة كيد yes وبما أن الحيوانات قلنا ملاحظة تعامل معاملة الجمع أقول yes they are فأدور بالأجوبة ألقى yes they are حرف الج أخلي حرف الج أمام النقطة السابعة number eight what color is the Iraqi flag ما لون العالم العراقي احنا ذكرنا بالدرس السابق أن العالم العراقي يتكون من الألوان red أحمر white أبيض black أسود with the green Arabic writing الله أكبر مع كتابة عربية خضراء بي الله أكبر فندور بالأجوبة نلقى it's black white red أسود وأبيض وأحمر and green وأخضر اللي هي كتابة الله أكبر فأخلي حرف الجواب اللي هو حرف c أمام النقطة الثامنة number nine تاسعا do people speak French in Lebanon هل الناس يتحدثون اللغة الفرنسية في لبنان الإجابة yes no no بما أنه بدأ السؤال في المساعد اللي هو do فالجواب يكون عندنا I'm not be yes أو no إذا تذكرون اللغات اللي يتحدثون بها لبنان هي اللغة العربية Arabic English English الإنجليزية و French الفرنسية لذلك نانا يسني هل يتحدثون الفرنسية أقول نعم يتحدثون فأقول yes they do نعم هم يتحدثون الإجابة حرف L yes they do ما أقول yes they are نعنبع الطلاب يسأل ليش أستاذ لأن ننتبه إنه إذا سألني بإز Isn't you the capital of India أقول yes it is yes it is سألني بإز جاوبت بإز سألني بإر Are congurros from Australia جاوبت Yes they are سألني بإر جاوبت بإر سألني بإر جاوبت أقول yes they do سألني بإر أجاب بإر ها إن شاء الله ننتبه لها بعض الطلاب رح يشبك بين هاذا الجواب Yes they are و Yes they do فهنا لا تدخون بهذا الموضوع إذا سألني بإز أجابه بإز سألني بإر أجابه بإر سألني بدو أجابه بدو فهنا Yes they do أخلي حرف الجواب اللي هو حرف الأل أمام النقطة التاسعة نمبر 10 عاشرا Where are pandas from من أين حيوانات الباندا بيا بلد مشهورة ذكرنا بالدروس السابقة أن الباندا هي من الحيوانات المشهورة في الصين China فأدور بالأجوبة ألقي حرف D China الصين أخلي حرف D أمام النقطة العاشرة نمبر 11 You come from Egypt أنت من Egypt What's your nationality ما هي جنسيتك إذا كنت من مصر إحنا نعرف أنه Egypt بلد country أريد جنسية مالت nationality أقول Egyptian فأدور بالأجوبة ألقي حرف E Egyptian مصري أخلي حرف E أمام النقطة الحادي عشر نمبر 12 12 Say the name of famous Italian food قل اسم طعام إيطالي مشهور نحن نعرف أن إيطاليا مشهورة بأكلة الماكروني الماكرونة فأدور بالأجوبة ألقي حرف K ماكروني أخلي حرف الجواب أمام نقطة 12 هذا ما يخلص لن الأسئلة شفنا شون حليناها من خلال الملاحظات السابقة اللي أخذناها بالدروس فهمنا المواضيع المواضيع قواعدية اعتمدنا في بعض النقاط على الكلمات ومعانيها فهنا مجرد تعتبر مراجعة شاملة لليونت الأول هاي الأسئلة لذلك أسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي هنا بأسفل الصفحة ذاكر لك Now play the game with your partner الآن اللعب اللعبة مع زميلك هنا كل طالب يسأل زميلة اللي بصفة هاي الأسئلة والطالب اللي يأخذ نقاط أكثر يسجل بهدن المربعين هاي النقاط الخاصة بالطالب الأول وهالنقاط الخاصة بالطالب الثالي مجرد لعبة داخل الصف تعتبر كنشاط صفي غير مهمة احنا اللي همنا المعلومات اللي بداخل هذه الأسئلة ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين أي فوقها مكتوب I can أنا أستطيع name countries and nationalities أسماء البلدان countries والnationalities الجنسيات أنا أريدك أتميز بين الجنسيات والبلدان color the countries red لون البلدان باللون الأحمر أشوف ذنك كلمات إذا كانت كلمة خاصة ببلد إراك بلد إراكي جنسية إذا كان بلد ألونها باللون الأحمر and the nationalities blue والجنسيات باللون الأزرق أباوى عالك إذا كانت بلد أخلي لونها أحمر وإذا كانت جنسية أخلي لونها أزرق فمثلا France France فرنسا I beled لو جنسية country لو nationality نعرف إحنا فرنس اللي هي فرنسا تعتبر بلد لذلك لونها باللون الأحمر Thailand Thailand اللي هي تايلندا هاي بلد لو جنسية country لو nationality هذا أكيد اسم بلد فألونها باللون الأحمر كذلك Egyptian Egyptian مصري بلد لو جنسية country لو nationality أكيد هذه جنسية Egypt مصر هذه بلد Egyptian مصري هذه جنسية لذلك ألونها باللون الأزرق Turkish هاي بلد لو جنسية country لو nationality هذا أكيد جنسية ألونها باللون الأزرق Iraqi عراقي بلد أم جنسية country لو nationality أكيد هاي جنسية ألونها باللون الأزرق England اللي هي إنجلترا بلد أم جنسية أكيد بلد ألونها باللون الأحمر French فرنسي جنسية ألونها باللون الأزرق Italian إيطالي جنسية ألونها باللون الأزرق Australia اللي هي أستراليا بلد ألونها باللون الأحمر Japanese ياباني جنسية ألونها باللون الأزرق كندا بلد ألونها باللون الأحمر America أمريكا هذه بلد ألونها باللون الأحمر وإنديا الهند كذلك بلد ألونها باللون الأحمر هذا ما يخص تمرين أي مجرد نشاط صفي للتمييز بين البلدان والجنسيات countries والnationalities ننتقل إلى تمرين ب remember تذكر كل ما يقول لك remember تذكر ذكر أن هذه قاعدة لازم أحفظها رح نشرح هذا الموضوع القواعدي بالتفصيل أول شيخا نقرأ المطلوب وبعدها ناخذ الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع What do you know about capital letters ما الذي تعرفه عن الأحرف الكبيرة هنا أنا capital مو معنى عاصمة capital letters الحروف الكبيرة إذن كلمة capital إلها معنين تجيب معنى كبير إذا جدت وراءها letters capital letters الحروف الكبيرة وتجيب معنى عاصمة capital of Iraq مثلا هذا بغدال عاصمة العراق هي بغدال We use capital letters in the names of نحن نستخدم الحروف الكبيرة في أسماء الأمان Iraq England هذن شنسميهن نحن نعرف أنه ذني بلدان names of أسماء countries البلدان ديمة كمال جنة هذن الأسماء شنو؟ أسماء العلم أسماء ال people الناس Iraqi Turkish French هذن شنسميهن؟ أسماء جنسيات names of nationalities إذن نستخدم الحروف الكبيرة مع البلدان الأشخاص والجنسيات طبعا هذا يحولنا على موضوع مهم جدا اللي هو موضوع التنقيط عليه خمس درجات بكل امتحان بامتحان الشهر الأول والشهر الثاني نص السنة إلى آخره كل امتحان تحريري يجيني خمس درجات على التنقيط والخط شنو التنقيط شوكت أخلي الحرف كبير؟ ننتبه لازم أسأل نفسي هذا السؤال شوكت أخلي الحرف كبير؟ شوكت أخليه صغير؟ ننتبه عليه أمر مهم أنه الجملة اللي راح يجيب ليهاها بسؤال التنقيط اللي هو عادة ما يكون السؤال الرابع بعد السؤال الملا يجيب ليهاها كل حروفها صغيرة يريد من عندي أني أخلي الحروف الكبيرة حسب ما فاهم عني موضوع التنقيط شوكت أخلي الحروف كبيرة؟ أولا مع أسماء البلدان يكتب الحرف الأول منها كبيرا شفت اسم بلد أمان، إراك، إنجلند، إيجبت عرفنا أنه بالدروس السابقة ذكرنا أن الحرف الأول من ذن البلدان يكتب كبيرا فالأي إذا كان صغير أسوي كبير الإي كبير إلى آخره أسماء الجنسيات كذلك يكتب الحرف الأول منها كبير كذلك شفت تركيش، إراكي، فرينج، جابانيز إلى آخره الحرف الأول من أدها كبير أسماء الأشخاص يكتب الحرف الأول منها كبيرا أسماء الأشخاص قد يكون علي، محمد، جاسم، مناسها إلى آخره إذا شفت اسم شخص سواء كان ذكر أو معنث أخلي الحرف الأول منه كبير ونضع نقطة في نهاية الجملة إذا بدأت باسم شخص أو ضمير فاعل ننتبه هسا ذنى فقط ذنى اللي موجودات باليونت الأول لما أنتهي بعد ما خليت كل الحروف كبيرة كل اسم بلد، اسم جنسية، اسم شخص كملتهم، خليت الحروف كبيرة بعد ها هي لا أشوف بنهاية الجملة إذا بدأت الجملة باسم اسم شخص، اسم بلد إلى آخره أو ضمير فاعل هي، شي، إت، ذي، وي، يو شو بتذني الكلمات بذات الجملة؟ أخلي بنهايتها نقطة هم عليها درجة هذا ما خص موضوع التنقيط ننتبه له لأن من الممكن نجيب لي جملة كل حروفها صغيرة ويطلب من عنده أني أنقطها ولازم أنتبه على دين الملاحظات اللي شوك تخلي الحرف كبير وشوك تخلي النقطة ننتقل إلى تمرين دي تمرين جدا مهم Can you answer these questions about Iraq هل يمكنك أن تجيب على هذه الأسئلة عن العراق؟ أخذنا قطعة العراق ملف المعلومات الخاصة بولد العراق بالدرس السابق الآن لازم نقدر نجاوب على هذه الأسئلة أولا أين يقع العراق؟ ذكرنا بالدرس السابق أن العراق يقع في جنوب غرب آسيا فشقول It is in South West Asia جنوب غرب آسيا ثانيا What language do people speak in Iraq؟ ما اللغة التي يتحدثوها الناس في العراق؟ ذكرنا بالدرس السابق أنه في العراق يتحدثون لغتين اللغة العربية والكردية فقول Arabic and Kurdish العربية والكردية ثالثا What is the capital of Iraq؟ ما هي عاصمة العراق؟ capital عاصمة شنو عاصمة العراق؟ نعرف أن عاصمة العراق هي بغداد فأقول بغداد نكتب الحرف الأول منها كبير لأن كذلك العواصم تكتب الحرف الأول منها كبير رابعا What are some interesting places in Iraq؟ ما هي بعض الأماكن الممتعة في العراق؟ من هنا نذكر بعض الأماكن الممتعة في العراق مثلا نقول Babylon Babylon Marshalls الاهوار ملوية منارة الملوية الاخرية هذا ما يخص هذا التمرين تمرين جدا مهم من الممكن أن يجيب لي بعض من الأسئلة وأجوبتهم على شكل إسقاطات فلازم أحفظ هذه الأسئلة وأجوبتهم خاف تجينا بالامتحان الشهري تمرين إيه What are the new words you know؟ ما هي الكلمات التي تعلمتها في هذا اليونت؟ Write six new words Here اكتب ست كلمات جديدة هنا And remember them وحاول أن تتذكرهم طبعا هات تمرين يقول لك من خلال دراستك لليونت شن الكلمات الجديدة التي تعلمتها ما تنت تعرفها وبهذا اليونت تعرفتها اكتب لي ست كلمات من الكلمات الجديدة التي تعلمتها من خلال هذا اليونت هناك الطالب مخير أي كلمة يكتبها كان ما يعرفها وعرفها من خلال هاليونت هي كلمة صحيحة فمثلا نقول country بلد أنا ما تنتعرف بالرابع ابتداء أن country معناها بلد فهذه الكلمة تعلمتها جديدة بهاليونت مثلا capital عاصمة city مدينة panda حيوان الباندا language لغة speak تحدد إلى آخر الكثير من الكلمات التي تعلمناها من خلال هذا اليونت هذا مجرد نشاط صفي لاختبار قدرة الطالب على نتذكر الكلمات الجديدة التي تعلمها من خلال اليونت أما تمرين F تمرين جدا مهم read the puzzles اقرأ هذه الحزورات puzzle هي مثل الحزورة أو اللغز can you guess هل يمكنك أن تخمن الإجابة number one أولا this country is famous for carry and its elephants and tigers هذا البلد مشهور بأكلة الكاري الفيلة والنمور which country is it ما هو البلد هنا تقدر تخمن الإجابة يا بلد من البلدان اللي أخذناهن مشهور بأكلة الكاري الفيلة والنمور من خلال المعلومات اللي أخذناهن بالدروس السابقة نعرف أن البلد اللي يتحدث عنه بهذه النقطة هي الهند فأقول اندية هذا السؤال جدا مهم من الممكن أن يأتي بسؤال المفردات على شكل اسقاطات أو على شكل اختيارات number two ثانيا the symbol of this country is sida tree رمز هذا البلد هو شجرة الأرز which country is it ما هو البلد يا بلد من البلدان اللي أخذناهن رمز شجرة الأرز ذكرنا بالدرس السابق أن شجرة الأرز هي رمز لبنان فأقول لبنان number three ثالثا this country is famous for its arabian horses هذا البلد مشهور بأحصنته العربية which country is it أي البلدان هذا نعرف أن البلد المشهور بالأحصنة العربية هو أمان number four رابعا the capital of this country is بغداد which country is it عاصمة هذا البلد هو بغداد يا بلد نتحدث عنه أكيد العراق هذا ما يخص تمرين F تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري ننتبه على ذن المعلومات عن البلدان نلاحظنا أن هذا اليونت كله يتحدث عن البلدان عواصمهن الجنسيات كيفية التعبير عن البلد كيفية التعبير عن الجنسية كيفية السؤال عن بلد شخص معين إلى آخره إذن البلدان هي شيء أساسي باليونت الأول وبالشهر الأول بشكل عام لذلك ننتبه للبلدان والمعلومات الخاصة بكل بلد سواء كان موقع البلد عاصمته إلى ماكن المشهورة بيه اللغات اللي يتحدثوا هذا البلد إلى آخره فننتبه لذن المعلومات لأن معلومات جدا مهمة بالامتحان التحريري سواء كان امتحان الشهر الأول أو امتحان نهاية الكوز ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة